في كم شغل اللي عم بتصير بخصوص موضوع عرس البنت الوزير في نيانوس وبعتقد لازم يكون في توضيح كالناس تفهم شو اللي عم بيصير أنا بدي بلش قول شي بشغلي اللي هي الأبشع اللي هي السبب هالفيديو الأساسي هي شاتم بروح الشهده أنا بدي يقول له انه أنا اللي عم بحكيه إلكم حق تسبوني أنا اللي أنا بسب و بشارمت و بعايت عناس طيبين ناس بعض موجودين بالحياة ناس أنا عارف ليش هم سببهن أو ليش ممكن إسمع ردة فعل من قريبهن أو من جمهورهن ما فيش مشكله كل يوم شوفهن على السوشال ميديا هدا شي طبيعي بالنسبة لي أنا بس سب بدي إطلاقها هدا ما عندي مشكله فيها بس انه ينسب أروح الشهده هدا أول مرة بتصير وبعتقد الشخص اللي شخص أو اثنان اللي يسبوه بعتقد اهل منطقتهم فرض عليهم يرجع يعتزلون هدا مش من شي ام اهل اهدن هدا واحد اثنان الموضوع الأهم هو لماذا كل هذه الأشياء هم سببهن انه كان فوت ع بيوت سياسي او التهجم على حفلات او الوقف تحت بيوتهم او كل شي لانه في عدم التزام بالقضاء نحن لو كل المتهمين بروح التحيق او بروح القضاء نحن لم نوجع راسنا ولم نفوت ماتهيت لم نفوت بعدي بما حدا فالقصة ما فيه انه نحن قلنا انه كل المتهم او مطلوب او نازل على جلسة او ماضي وثيئة نحن تواجه لعنده بكل صراحة ونقوله لنا السنة لماذا الناس استغربت اللي هم نحكي انا بكل بساطة اللي همقوله انه نحن عنا مش فلم مع شخص وزير في نيانوس هلا حاليا يمكن يروح على القضاء يطلع الانسان بريء ساعته يمكن شوفون نحن عدين نحن ويا بصغارتها عم نتغدى نحن ويا او عزمين او لانه اذا طلع بريء بس يطلع مدين القضاء مفروض يحيسبه فالقصة ما فيه انه نحن كلنا اذا نلتزم ونعرف نعيش مع بعض انه الناس روح على القضاء هدا الشي اللي مش هم يعملوا السياسية هدا الشي اللي خلال نوصل المطارح يمكن ولا حدا مننا كان نفكر يوصلة بس نحن عم ننجبر نوصلة انا بدي واضحه بهالفيديو انه انا عم بسمع كتير حاكي انه هدا هدا حكيه وهدا محرك وهدا كذا انا بيحركنه هو شخص واعد واسمه جونون هه شخص واحد بيحركني انا كل اخوات الشهادة والضحايا ويعتقد انه نحن المحل اللي وصلنا له اعرفنا من كل شي وعرفنا من البلد وعرفنا من السياسة وعرفنا من كل شي وكل شي بنا يجوا يخبرونا بأربع ايب من قتل اخواتنا وشو اللي صار عباب العنبر انا بكل ما حب بعمل ببعت هالفيديو ورح انشره ورح اضطه عندي خلي الناس تشوف نحنا من اي طريقة يخدين المواضيع هلا كل حدا يحب يستثمر او ياخد الموضوع عاعته حدا بيكبر موضوع هالمال هذا نحن مقلناش علاقه فيه